اكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء أهمية العمل باستمرار مواكبة حركة التطور في تقديم الخدمات بما يتماشى مع متطلبات العصر مشيرا سمو إلى الضرورة التركيز على تقديم خدمات نوعية تخدم القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني خاصة قطاع السياحة والترفيه وبما يسهم في استقطاب المزيد من السياح إلى المملكة ونوه سمو إلى أن ما حققته مملكة البحرين من منجزات حضارية وعمرانية يشكل ركيزة للانطلاق نحو مواصلة جهود البناء والنهضة وإضافة المزيد من المكتسبات التي تعزز من تقدم المملكة على كافة الأصعدة جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في قصر لقضيبية صباح اليوم عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة حيث شدد سمو أن الأمن والاستقرار الذي تتمتع به المملكة وما تقدم الحكومة من تسهيلات للقطاعات الاقتصادية المختلفة مقاومات ضرورية للمضي قدما في طريق النماء والتقدم وأكد سمو حرص الحكومة على تقديم المزيد من التسهيلات التي تسهم في تنشيط القطاعات التجارية والصناعية وتدعم القطاع التجاري للقيام بدوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة وأشاد سمو بما يجمع ابناء البحرين من قيم التواصل والترابط وما يتميزون به من عادات وتقاليد أصيلة تعكس الوجه الحضري للمملكة مؤكدا سمو همية الحفاظ على هذه العادات وترسيخها بما يحافظ على النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر